ومعنى ذلك أن عندنا العلم من الآن أو من اليوم احتفالية لإنتاج علم جديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب كل يوم في فعاليات من ندوات ومحاضرات وإصدارات جديدة وإصدارات كان قديما يا سيدنا كانت الإصدارات مكتبات وأشخاص اليوم أصبحت إصدارات دولة وفكر ومنهج فكتاب زي رؤية وكل الكتب التي على شاكلته جمع لك مقتطفات في مكان واحد هذا دستتشر كتاب فمعنى أقول لحضرتك كنت تدور على كان بيتعبنا زمان عرف طبق الفواكه يا دكتور شحات لا وكان قديما تتعبنا السلاسل إنك تبحث عنها طيب أنا عندي كتاب عشر أجزاء ألاقي اتنين وابدأ أدور على واحد وفي واحد مش موجود خالص لا هذه سلسلة كاملة الإصدار اللي أدرك منها الإصدارات أدركها واللي ما أدركش مجموعة كاملة في مكان واحد وبعدين النهاردة فرصة فظلت قلت أني في النهاردة لقاء فالنهاردة فرصة أن تتعرف إلى الكتاب والكاتب الله 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 أنا شوف مينك الكتب ده طب أنا قرأت الكتاب وبعدين توقف عندي أمر تم أنت عندك احتفالية النهاردة روح للكاتب وقوله ماذا كنت تقصد بهذه نعم كنت تقصد بهذه الحقيقة طبعا هي فرصة لإنقاذ أولادنا فرصة لإنقاذ أولادنا اللي تخطفتهم مواقع السوشيال ميديا اللي فيها كتير مواقع ضلة ومؤسرة تأثير فاسد وغير صالح وفيها مواقع صالحة طبعا ما بعممش لكن هذه فرصة تعود ولادك على رسالة أجدادك وتعلم ابنك إزاي يمشي على خطاك وعلى سرتك الحل الوحيد هو أن تأخذ ولدك ليسجل ذلك في صفحات عقله أن والده استحبه إلى معرض الكتاب ويقول رحمة الله عليك يا من ربيتني